موسيقى بنبنوتي اهلا وسهلا بكم في تعلم الايطالية امبارا لتاليانا عايزين نكمل مع وعد موضوعاتنا ودرسنا اللي في نهايتها هتخلينا نعرف نتكلم اللغة الايطالية بطلاقة اول حاجة عايزين نعملها زي ما تعودنا ان احنا نعرف هنتعلم ايه النهاردة او ايه اهداف الحلقة بتاعتنا وتعلمنا ان احنا بنقولها باللغة الايطالية Objetivi della lezione اول حاجة النهاردة هنتعلمها مع بعض هي يعني ايه؟ يعني هنتعلم كلمات جديدة نقدر نستعملها في المطار هنستعمل بعد كده او هنتعلم بعد كده كنوشري فرازي اوتلي داوزاري all'aeroporto يعني هناخد الكلمات اللي احنا تعلمناها او النواب ووكابولاريو وهنحاوي نحطها في جمال مفيدة نقدر برضو نستعملها في المطار عندي بعد كده هنتعلم زمن جديد في الجراماتيكا ايطاليانا وهنتعلم ازاي نستخدموه وهو زمن المستقبل عندي بعد كده لجي اي اسكولتا لاستوريا دي problemي دي واقانسي تعاويدنا ان احنا في نهاية كل حلق بيبقى عندنا قصة او استوريا استوريا بتاعت النهاردة هتكون problemي دي واقانسي يعني المشاكل في الأجيزة بس اول حاجة عايزين نعملها مع بعض النهاردة هي ان احنا نتعلم النوابو فيكابولاريو دي او جي على الأورو بارتو يالوا بينا التابيكو دي النوابو فيكابولاريو دي او جي اه الأورو بارتو الكلمات الجديدة اللي عنا تعلمها النهاردة بتتكلم عن المطار كلمات نقدر نستعملها لو احنا الأورو بارتو اول حاجة كلمة aeroporto, هيje معنىها motor aeroporto عندي كلمة sala di partense sala di partense هيje mukawanna من كلمتين كلمة sala يعني sala وpartense يعني sofar و sala di partense معنىها solid sofar عندي sala di arrivi sala di arrivi nafs il-mana sala sala يعني sala u arrivi يعني l-usul u sala di arrivi يعني solid l-usul كلمة transiti transiti يعني transit passaporto passaporto يعني gawez il-sofar ismu passaporto il-visto 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 il-visa il-visto la-linja aeria la-linja aeria يعني khot l-tairon la-linja aeria di gomla tautabar mufrad aw singolare la-linja aeria la-linja aeria di l-l-mufrad aw singolare volo internazionale aw volo nazionale يعني ايه كلمة volo لوحدaha يعني rihla u-internazionale يعني dawli aw dawley pa-lamma uul volo internazionale يبقانا بقول ان الرحla دي رحla دولية لو قلت il-volo nazionale يعني بقول رحla داخلية كلمة bagalli bagalli هي كلمة plurale bagalli يعني حقائب او شنط bagalli ومفردها il-singolare بتاع bagalli هو bagallio يعني شنطة او حقيبة عندي كلمة bagallio امانو bagallio امانو زي ما احنا شايفين كلمة bagallio هنا جاية singulare او مفرد وكلمة امانو يعني في اليد لما انا اقول على شنطة bagallio امانو يبقى انا بقول شنطة اقدر اطلع بيها الطيارة او handbag retiro bagalli retiro يعني استلم وbagalli احنا عرفنا يعني حقائب يعني لما انا اقول retiro bagalli او retiro bagalli يعني استلام الحقائب control di sicurezza يعني بقول ان فيه فحص للامان او تفتيش للاشخاص لو معاهم حاجات خطر control di sicurezza controllo di bagalli controllo di bagalli احنا عرفنا كلمة controllo وكلمة bagalli يعني controllo di bagalli معناها ان انا بفتش او بفحص الشنط او الحقائب la dogana la dogana معناها الجمارك la dogana assistente di volo assistente di volo يعني مضيفة الطيران ممكن اقولها assistente di volo وساعد في اللغة الاطالية برضو اقدر اقولها ostis جاية من كلمة hostis بالEnglish بس بنقولها من غير ما ننتق la lettera A وبنقولها hostis او assistente di volo عندي كلمة pilota pilota هو الطيور pilota passeggero passeggero يعني مسافر او راكب و passeggero هي مفرد او singulare لو عايز عملها plurale بتبقى passeggeri numero del volo numero احنا عرفين معناها يعني رقم و كلمة volo عرفنا النهاردة معناها رحلة لما نقول numero del volo يبقى انا قصدي رقم الرحلة numero del volo porta di barco porta di barco كلمة porta احنا عرفينها بمعنى باب وكلمة inbarco ان انا اطلع او ادخل فporta di barco هي الجيت اللي انا بطلع منها على الطيارة بوابة الركوب يعني بقول الرحلة طلع بدري او هقول il volo a in ritardo الرحلة طلع او هتطير متأخر او متأخرة il decollo يعني il decollo او take off بتاع الطيارة والverbo بتاها هو decollare decollare هو il decollo او الverbo نفسه الفعل نفسه و il decollo هو take off بتاع الطيارة عكسها عندي latterraggio عكس il decollo latterraggio latterraggio يعني الهبوط او landing و il verbo بتاها هو attirrare latterraggio attirrare عندي بعد kieda kielmet kabina kabina يعني الكabina kabinett il-rukkieb ismaha kabina dei passeggieri بعد kieda عندي kabina di pilotaggio kabina di pilotaggio كلمة kabina احنا عرفنا معناها انها kabina وكلمة pilotaggio يعني الطيران بيبقى kabina di pilotaggio معناها kabina الطيران posto posto يعني مكان لو انا بتكلم على كرسي بتاعي في الطيارة هقول il mio posto عندي posto corridaio posto corridaio اللي هو aisle seat اللي هو بيبقى موجود جنب el corridor اللي في الطيارة بقول عليه posto corridaio وعندي بعد كده posto finestrino posto finestrino هو window seat أو المكان والكرسي اللي في الطيارة بيبقى موجود جنب الشباك اسمه posto finestrino كلمة finestrino لوحدها احنا اخذناها قبل كده ومعناها شباك cintura di sicurezza cintura di sicurezza لو انا قسمتها اقول ان كلمة cintura لوحدها معناها حزام حتى لو مش حزام الطيارة اي حزام اسمه cintura ودي sicurezza او sicurezza امان فلو انا قلت cintura di sicurezza يبقى انا بتكلم على حزام الامان في الطيارة وكده نبقى خلصنا مع بعض il nuovo vocabulario di oggi all reporto وممكن نرجع نكمل الدرس التاني شفنا مع بعض il nuovo vocabulario اللي كان معنا اللي بيكلم عن كلمات اقدر استخدمها او كلمات finestrino وكلمة per favore احنا عارفين ان معناها لو سمحت نشوف عندنا اي تاني ممكن اقول انا افضل المكان الجنب الشباك بس مايكونش موجود فساعتها الموظفة هترد علي تقول البياجو احنا 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 عارفين يعني كوانتو اداة استفهام معناها قد ايه او كم بتسأل عن الكم دورة يعني قد ايه الرحلة دي هتاخد البياجو يعني الرحلة لو انا هرد هقول البياجو دورة دو يوري ترينتا منوتي دورة دو يوري ترينتا منوتي يعني الصفار هياخد ساعتين ونص عندي برضو ممكن اسأل في بلاد ما بتحتاجش فيزا او ممكن بناخد فيها الفيزا عند الدخول فانا ممكن اسأل من الاول اذا كنت انا محتاج فيزا عند الوصول لو لا هنقول لا 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 بزوغنو دل visto لا امش هاتكون محتاج بزوغنو يعني محتاج دل visto سي avrà بزوغنو دل visto all'arrivo لا وانا محتاج visa لدخول البلد هات اللي سي avrà بزوغنو دل visto all'arrivo ايوه هاتكون محتاج visa عند الوصول quando devo essere allo shita dimbarco quando احنا عرفين معنىها امتى devo essere المفروض اكون allo shita عند exit او المخرج dimbarco مخرج الركوب احنا خدناها كمان انها اسمها porta dimbarco porta dimbarco وشita dimbarco اللي اتنين ليهم نفس المعنى وهي بوابة الخروض من المطار لركوب الطيارة يبقنا هنا باسقل إمتى المفروض اكون عند بوابة الخروض deve essere allo shita dimbarco 45 minuti prima della partenza يعني اي كملة di deve essere لازم تكون allo shita عند بوابة الخروض 45 minuti يعني 45 minutes أو 45 دقيقة prima قبل la partenza قبل il اكلا أو قبل الصفر ممكن الرد يكون 14 نحن 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 excuse me أو sorry sto cercando cercando il verbo cercare يعني bidowar يبقنا bidowar على il terminal a اللي اللي هو المطار a mi può aiutar ممكن تساعدني il verbo aiutar جاي هنا في l'infinito يعني يساعد السؤال الرد ممكن يقول si certo ايوا طبعا السؤال اللي بعد كده posso vedere il suo biljetto d'imbarco أو passaport دي اسئلة ممكن نتسئلها من l'employees أو الموظفين اللي شغالين في المطار لو حد قال posso vedere il biljetto d'imbarco ده معنى posso vedere il verbo vedere يعني يشوف biljetto d'imbarco قد نيها في النوو vocabolario دي oggi معنى il boarding pass أو ممكن يقول ممكن أشوف il passport فسأيت يقول posso vedere il suo passaport أو يقول يقول l'etnين posso vedere il biljetto d'imbarco e il passaport ده معنى ان هو عايز يشوف il passport بتي فأقول طبعا سي certo ايو طبعا quanti كيلي di bagali posso portare quanti أول ما بشوف هبار فال طول بسأل على كم و كلمة كيلي أخذناها قبل كده برضو معناها يعني كيلوز يعني كيلي di bagali يعني كيلو في الشنطة يعني بسأل هنا قد ايه أقدر أخذ شنط تقيل قد ايه أو الوزن اللي مسموح لي ان انا اطلع به طيار قد ايه يعني ايه يعني ممكن تاخد دو bagali خدنا كلمة bagali النهاردة وقلنا ان bagali بتتقال لورالي لكن لو انا بتكلم على شنطة واحدة او اقول un bagali ومش هقول دو هقول bagali مش bagali دا 23 كيلي بيرون يعني كل واحدة تكون 23 كيلو السو bagali tropo pesante deve bagare per peso excessivo يعني القomla دي لو تقال لو انا ليا 23 كيلو ممكن اوز ان الشنطة ليا اتقال سايت ها اتقال السو bagali tropo pesante يعني شنطتك تقيلة جدا tropo احنا عرفينها يعني معنيها جدا وكلمة pesante هي كلمة جديدة يعني تقيل deve pagare il verbo pagare يعني يدفع per il peso excessivo لازم تدفع il وزن الزييدة كلمة peso يعني وزن و excessivo يعني زييدة ها بزن او او بزن يعني 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 ايه الجملة دي لو انا محتاج معلومات روح تل information desk في المطار ومحتاج معلومات عن رقم الرحلة بتاعتي مش عارف الجيت بتاعي او مش عارف المخرج بتاعي بتاع الرحلة بتاعتي ممكن اسأل اقول qual è l'uscita d'imbarco del volo numero GN356 او اي رقم يعني bas 2000 الجيت بتاعتي او اي رقم الجيت اللانو المفرود اخرج منها l-eqeba galibana هتكون l'uscita è la F10 او اي انكان رقم qual è la sua destinazione qual è la sua destinazione يعني what is your destination او اي الواجه بتاعتك انت رايح فين ده سؤال ممكن انا اتسئله والاجابة غالبا تبقى parto per واي بلد انا رايح ففي الاجزامبل هنا او في اللي زين كي عندي parto per الكايro انا مسافر الكاهرة qual è il numero del suo posto il numero del suo posto يعني numero يعني رقم واتفقنا نكلم posto لما بتتقيل في الطيور بتتقيل على الكursi يبقنا دلوقتي ممكن l'assistente di volo وانا طالع الطيور تسأل ني السؤال ويتقول qual è il numero del suo posto رقم il sit بتاعك اي ورد حيكون il numero del mio posto اي وبقول il رقم في الحال دي il numero del mio posto اي 34 A كلمة passeggero هي il singular بتاع passeggeri ومعنيها راكب ففي الحال دي احنا منقول بنارجو الركاب اللaccare يعني يربط اللaccare ل cinture di sicurezza حزمة الامان خدنا كلمة cintura di sicurezza في المفرد او في singolare و cinture di sicurezza هي الجamma يبقنا القوم دي معناها نارجو من الركاب انهم يربطوا حزمة الامان miscusi quando arriviamo quando arriviamo kelmet miscusi احنا الفين خلوس معنى excuse me quando arriviamo hanewsal emta arriviamo il verbo arrivare داسو elmas salan munka nanas alule l'assistente di volo go at tayoro galeban heya raddo ghaikun arriviamo tra arriviamo tra un ora في المثال هنا يعni hanewsal khilal احنا خedna kelmetra يعni khilal un ora يعni saia posso avere dell'acqua o tayo una coperta المهم رأس السؤال اللي هي posso avere posso avere يعni ممكن اخد او ممكن تجيبيني dell'acqua مية tayo شي una coperta ghaeta ممكن اطلب اي حيجة ولكن هيفضل السؤال اول زي ما هو posso avere كده احنا نكون خلصنا مع بعض الفراز utili kiposia muzare all'aroporto دي الجمل المفيدة اللي احنا استعملنا فيها il nuovo vocabulario علشان نقدر نستعملها في المطار او all'aroporto دلوقتي عندنا la grammatica la grammatica زي ما تعودنا يعني النحو في اللغة الاطالية النهارده هنتعلم ايه؟ النهارده هنتعلم مع بعض الفطورو semplice الفطورو semplice ترجمتها زمن المستقبل البسيط الفطورو semplice كلمة كلمة فطورو لوحدها يعني مستقبل و semplice يعني بسيط عايزين نتعلم؟ اول حاجة الفطورو semplice in italiano indica una un'azione che ancora si deve svolgere لما بني نتعلم ايه زمن لازم نعرف انا هستعملو انتا هستعملو وانا جاي اكلم عن حاجة شكلها ايه او الزمن بتاعها ايه فأول جملة بتشرح لي اننا هستعمل il futuro semplice لما كون بكلم عن فعل un'azione che ancora si deve svolgere يعني لسه هتحصل per formare il futuro dei verbi italiani bisogna aggiungere delle disinenze alla radice del verbo يعني ايه il gomm la zì يعني على scel an اقدر a kawwin il futuro semplice بتاع l'afail في لغا l'italia لازم ازود نهايات لل afail على المصدر بتاعنا يعني la conjugazione يعني اننا اصرف اصرف وغير نهايات l'afail فتديني il futuro semplice طي نعرف ازاي il futuro semplice qui vediamo degli esempi su كوم formare i verbi nel futuro semplice يعني هنشوف مع بعض esempi أو examples ازاي نقدر نكون الفuturo semplice عندنا i tre verbi اللي هيكونوا معنا علشان دي امثلة لتكوين الفuturo semplice هما il verbo parlare il verbo prendere il verbo dormir parlare يعني يتكلم وإحنا عارفين ان انا حطوه هنا في المجموعة الاولى من التصريف لسبب ان هو بيخلص بالليترال اعري لما يكون عندي un verbo بيخلص باعري ده معناه ان هو بيدخل معايا في المجموعة الاولى من التصريف طيب المجموعة التانية كانت مثال لها ال verbo prendere اللي هو ياخد وليه انا حطوه في المجموعة التانية عشان بينتهي بإري لما يكون بينتهي بإري لازم هيكون معايا في لأ seconda الكنيجزيون أو المجموعة التانية عندي بعد كده ال verbo dormir يعني ينام ويدخل معايا في لترزة الكنيجزيون أو المجموعة التالتة علشان بينتهي بإير إير طيب نشوف كده تصريف الأفعيل في الفطور السمplice مع التالتة كنيجزيون أو الترة كنيجزيون وبغدين عليهم أمسلا الأفعيل اللي احنا عنا عليها. لما عندي إل pronوم إيو إيو يعني أنا في لابريما كنيوغازيوني إل برابو PARLARE هي كون إيو PARLERÅ إيو PARLERÅ أنا هتكلم لو عندي PRENDERE حتبا إيو PRENDERÅ إيو PRENDERÅ لو عندي إل برابو DORMIRE نلا ترزا كنيوغازيوني في لفتورو سملائي هي أعيب إيو دورميرو إيو دورميرو أنا هنيم إل pronوم إيو ما ПАRLARE في لفتورو سملائي هي كون إيو تُو PARLERÅ ياني إنتهاته كلم تُو PARLERÅ وفي PRENDERE ما إل برابو PRENDERE هي أعيب إيو تُو PPRENDERÅ تو prenderai انت هتاخد تو prenderai تو dormirai تو dormirai يعني انت هتنام في لوي ولي هي و هو هنقول لوي او لي parlera هي او هو هيتكلم لوي او لي prendera prendera lui او لي prendera lui lei dormirai lui lei dormirai noi نحنو parleremo noi parleremo احنا هنتكلم noi prenderemo في ال verbo prendere اتبا noi prenderemo وما ال verbo dormirai الفتورو semplice هي ايب dormiremo احنا هننم noi dormiremo لو نحنو نحنو مع il pronome voi انتو هنقول voi parlerete voi parlerete ما ال verbo prendere هتبا voi prenderete voi prenderete ma ال verbo dormire هتبا voi dormirete voi dormirete وي loro loro هم loro parleranno هم هيت kellemu loro prenderanno وي loro dormiranno loro dormiranno كده احنا شفنا un esempio للتلات افعال اللي كانوا معاينا parlare prendere ودormire اللي هم بيمسلوا لترى conjugazione nella lingua italiana او التلات مجموعات عندي في التصريف للأفعال في اللغة الاطالية شفنا مثال عليهم ازاي اقدر اصرفهم في الفتورو semplice في المستقبل البسيط طيب انا دلوقتي عندي حاجة اسمها يعني انا كل لما باخد زمن او بحاول اشوف كلمات بتدل على الزمن ده كلمات لو انا شفتها في الجملة او سمعتها اعرف ان انا بتكلم في الزمن ده الكلمات اللي بتدل عندي على الفتورو semplice كلمة دماني كلمة دماني مش كلمة جديدة علينا دماني يعني غدا او بكرة ولزيmpio بتعي بيقول domani iniziera il nuovo anno scolastico domani iniziera il nuovo anno scolastico يعني بكرة iniziera il verbo iniziar هاي ابدا il nuovo anno السنة الجديدة كلمة anno يعني sana وكلمة nuovo يعني جديدة scolastico دراسية يبقان دلوغة بقول ان بكرة هتبدا السنة الدراسية الجديدة فيزيترا imiay nonni دا بدو معني بعد بكرة فيزيترا الاصل بتاعه او المصدر هو فيزيتار يعني زور لكن هنا متصرف زي ما احنا شايفين في الفوتور سيمبلي عشان انا بتكلم في المستقبل على حاجة هتحصل بعد بكرة imiay nonni يعني جدودي يبقى انا الجملة دي معناها بعد بكرة هزور جدودي عندي بعد كده برضو هم مش جداد علينا معناهم تقريبا واحد وقلنا ان احنا بنقربهم قوي للغة العربية بمعنى خلال عندي لزين بيو بيقول returnera acaza fra venti minuti returnera يعني الفرب returnare دا المصدر بتاعه يعني يعود او يرجع acaza البيت fra venti minuti fra يعني خلال وventi اللي هو رقم 20 اللي هو معناه 20 وminuti اللي هو دقيقة يبقى الجملة دي معناها انا هرجع البيت خلال 20 دقيقة returnera acaza fra venti minuti لما شفت fra على طول عرفت ان انا ممكن او دي كلمة دالة على ان انا احط الفرب في الفتور سيمبليش عندي بعد كده كلمة il prossimo il prossimo ترجمتها اقرب للEnglish اللي هي next the next التلي دي برضو كلمة بدول معايا على الفتور سيمπlice عندي l'esempio بيقول mio fratello partirà per l'Italia il meze prossimo يعني ايه الجملة دي mio fratello يعني اخويا partirà il verbo partir يعني يسافر per l'Italia l'Italia il meze prossimo الشهر الجاي كلمة meze يعني شهر و prossimo القادم او التالي يبقى الجملة كلها معناها اخويا هايسافر italia الشهر الجاي وزاي ما شفنا مع بعض e nella coniugazione del verbo partire بيت partirà على شنهي كده الصح في futuro semplice الكلما البعض كده عندي كلمة prossimamente prossimamente كلمة طوي الشوية prossimamente عندي l'esempio بيقول questo film sarà prossimamente disponibile sui vostri schermi يعني الجملة di questofil يعني الفيلم sarà هيكون ده الverbo اللي معانا sarà الverbo essere ده في الفuturo semplice prossimamente الكلمة اللي احنا بنقول عليها انها بتدل على استعمال الفuturo semplice disponibile يعني هيبقى available او متاح sui vostri skermi كلمة skermi يعني شاشات يبقى الجملة ده معناها ان الفيلم ده هيبقى متاح قريبا على شاشات على شاشات ده معناها ايه معناها كلمة prossimamente ممكن نسميها او ممكن نترجمها بكلمة قريبا في اللغة العربية عندي كلمة تانية هي كلمة intro كلمة intro برضو بتدل معايا على استعمال الفuturo semplice والإزемпιο بيقول نفهم الاول معنا الجملة كلمة مارش يعني بدعة يبقى انا بقول البدعة كيف والة اللي انت عايزها الريفرة الريفرة هو البرب arrivare بس هنا متصرف في الفuturo semplice entro دو جورني entro يعني خلال entro دو جورني كلمة entro ممكن تكون عريبة جدا من استعمال كلمة tra وفرا معناها خلال دو جورني يومين يبقى ترجم تقوم ان البدعة اللي انت عايزها هتكون موجودة خلال يومين plan لحاجات لسه هتحصل زي مثلا لو انا عايز اقول questanno andro al cairo per vacanze يعني الجملة questanno يعني السندي andro il verbo andare بس متصرف قدامنا في الفuturo semplice al cairo per vacanze يبقى انا السندي عايز اروح الكهرة في الاجيزة او للاجيزة ده انا بعمل plan او بخطط لحاجة لسه جاية فساعتها لو انا عايز اتكلم عن حاجة انا بخطط لها او plan انا بعملها في المستقبل استعمل الفuturo semplice ودي اول حالة ممكن استعملها فيها زيما انا per fare progetti progetti يعني خطط أو plans عندما سلتين بيقول questa sera finalmente mangerò la pizza questa sera يعني احنا عرفين الكلمة sera معنى هم سي و questa sera يعني اللي لدي finalmente finalmente يعني اخيرan finalmente mangerò يعني الverbo mangiare ومعنى يأكل la pizza il pizza زي ما احنا شايفين هنا انا حطيت mangerò في التصريف بتاع الفuturo semplice وكلمة finalmente mangerò يعني انا plan من الصبح الننا بالليل اخيرan هاكل pizza فدا مسال على فار progetti عندي بعد كده برفار promesse برفار promesse كلمة promessa ده اللي هو المفرد بتاع promesse يعني وعد يعني promise جمعها promesse يعني وعود لو انا هوا عي تحد بحيجة بستعمل الفuturo semplice عندي l'esempio بيول دا دوماني inizierò ad allenarmi دا دوماني inizierò ad allenarmi an harfan كلمة دوماني يعني bukro inizierò da il verbo iniziare au iibda fel futuro semplice ad allenarmi يعني at morron كلمة allenarmi يعني at morron iib an ad lu a ziba uul men bukro habda at morron misel taini biğul da domani studierò di piu da domani studierò di piu يعني min bukro studierò il verbo studiare mit sarrraf oddamne dil wakti fil futuro semplice di piu يعني oktar jib anna biğul bukro min bukro habda a zekir oktar mungkin استعملي الفuturo semplice bordo لو anna baxamil ipotasy يعne اي fahra ipotasy يعne baxamil tachminat baxamil misel عليها لو anna basal had bقول keurisono الساعة kame sarano ledu sarano يعne hatlaqi hatlaqi 2 lma anna bقول kida هي hatlaqi 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 lma anna biklim belsigot tachmin bastamil fiha il futuro semplice zegli saranno le due hatkun etnen andi miselteni biul pensi che marco sarah sveglio adesso pensi che marco sarah sveglio adesso jani pensi jani il verbo pensare marco ism muzokkar itoli sarà il verbo essere best fil futuro semplice sveglio adesso verbo sveglio sveglio jani sohi adesso jani del wakti i bana bas teftiker marco sohi del wakti fa lama bastamil si godim nel kele bastamil il futuro semplice عنdi عنdi بعد keda munkin astamil bordo il futuro semplice per fare previsioni per fare previsioni jani alashan akhamin jani munkin masalan aقول secondo me oggi piu vera second me bin nisbali oggi il nuhar dha piu vera hat mottr lemma na na jani 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 bivqa fiha short il gomel illi fiha short misail aliha e? law ana qulti gomlet se imparerai l'italiano troverai facilmente un posto di lavoro jani e gomlet di se imparerai jani law itallimt il verbo imparare illa huwa dil waqzi ixna mshorrafinu imparerai l'italiano il lughal italija troverai law itallimt il lughal italija troverai il verbo trovare ou ilai facilmente easily ou besehola kirmata facilmente يعne besehola un posto di lavoro makan shogl yibkana bقول لو ta'limmt l'itali hatlai besehola makan t'شtagal fihe ou shogl yibkana di gomla fiha short sa'edt ha aqdar asteaml fiha futuro semplic wa saraf l'afaile على طريق التصريف futuro semplic عندي بعد kida ixna delwaite shufna t'صريف l'afaile ka'l'a irregolari l'afaile l'haia mashi على l'caudah ou regler l'ly mfihash ahtelaif عن l'caudah l'asasyye l'ayken ka'l'a d'ayman l'indina verbi irregolari ou l'afaile irregler l'ayken bismash على l'caudah l'ayken 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 mختلف l'ayken 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 au verbi irregolari andena il verbo essere il verbo avere il verbo fare il verbo dormire di afaile irregolari munke ne c'ho fkeda io sarò io sarò avrò io avrò ana haikkun andi io farò io dormirò io dormirò tu sarai tu sarai tu avrai tu farai hatiamil enta hatiamil tu dormirai عنti بعد keda lui u lei sarà lei avrà lui farà lei dormirà il pronome noi nahnu noi saremo ixna hankun noi avremo ehhna andena haikkun andena noi faremo noi dormiremo voi il pronome voi jani entum voi sarete voi avrete voi farete voi dormirete loro 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 sarano loro avrano loro farano loro dormireano loro 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 هو البرب أندار البرب أندار يعني يذهب وعندي برضو البرب فينير البرب فينير يعني ييجي أو يأتي والبرب ريمانير ريمانير يعني يفضل وكمان البرب ستار اللي هو لي تقريبا نفس المعنى بتاع ريمانير ستار إن هو يفضل عندي بعد كده لو عايزة أصرف الأفعال دي عندي بربه بطير ولير دوير وبير إيو هتبقى بطر إيو بطر بطر يعني يقدر ولير يعوز دوير يعني لازم بير يعني يشرب إيو بطر إيو فر إيو دوير إيو بير برا أو بفرا اللي اتنين صح برا بفرا تو بطري تو فرري تو دفري تو برري و بفري اللي اتنين صح عندي بعد كده البرونومي لوي ولاي هي وهو لوي بطر لاي بور لوي دفرا ولي برا أو بفرا الفر الفرق ما بينهم بنحلا بنزود لالترا V نوي نحن potremo potremo vorremo dovremo berremo أو بفremo اللي اتنين هايبقو صح عندي بعد كده البرونومي وي انتوم هايبقو potrete voi potrete voi vorrete voi dovrete voi berrete أو بفrete اللي اتنين صح لور potranno لور vorranno لور dovranno ولور berranno أو بفرanno ده يعتبر تصريف الافعال دي في الفطور سمplice كده احنا عايزين بس نعرف حيجا ان احنا عندنا لكونيجازيون دي verbi دي بريمو جروب كي فينسكن كن كار أو غار يعني تصريف الافعال اللي بينتهي بكار وغار لازم نزود في آخر الفعل لالترا عك عشان تشي وللترا جي بيختلف لو وراهم حاجة فلازم في تصريف الافعال دي نزود لالترا عك بعد التصريف أو بعد ما نحط الحروف الزيادة وكده نبقى احنا النهارده اخدنا مع بعض الفطور سيمبلش وعرفنا نقدر نستعمله لما نيجي نتكلم عن حاجات في المستقبل اخدنا مع بعض برضو اي نوافو كابولاريو الاروبارتو عرفنا الكلمات الجديدة اللي ممكن نستعملها في المطار وحطناها في جمال مفيدة في فرازي وتري دوزاري الاروبارتو يارب تكونوا استفدتوا من الدرس النهارده واشوفكوا على خير المرة الجاية ان شاء الله الريفديرتي alla prossima شاو